بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بارك الله فيكم لما منقول أعوه أعوه الهمزة من أقصى الحلق آ العين من وسط الحلق يعني أعلى آ عوه أعوه لاحظتم العين الفصيحة لابد فيها من رجوع لسان المزمار إلى الوراء قليلا آ عوه عوه عا عوه عي أما إذا قلنا أعوذ أعوذ هذا مو عين هذا صوت هيك صوت هلامي ممعروف راسه من رجلي عرفنا كيف هذا أغلب النساء بيقولوا هيك أغلب السيدات بيطقوها كذا آ أنا آ آ آ عيل نع إياك نع لابد منك تخلي لسان المزمار اللي هو هذا آ يعنى لسان المزمار ما يظهر لسان المزمار يعني رجع لسانك لوراء أع أع هأ انتبهنا كيف إياك نع أع يعوه انتبهنا نستعي هكذا العين الفصيحة هكذا العين الفصيحة مينش هكذا الشين الشين فيها رخاوة يعني جريان للصوت فيها همس حط يدك هنا قول ما تجد تحت يدك اهتزاز الاهتزاز جهر عدم الاهتزاز همس انتبهنا قد قد أثناء نطق الشين الشفتين شوي يتحركوا لكن مولى درجة اش انتبهنا بعض اخوانا بيقولوا مينش هدي للشفتين الواو باون ميمو بس للشفتين للواو ما في شي انتبهنا لكن اذا تحركوا شوي العضلات هذا شي طبيعي مينش مينش لكن مو مينش انتبهنا كيف طبعا الشين فيها صفة التفشي وانفردت بها التفشي هو الانتشار انتشار الصوت لما تقول اش بتلاقي الصوت اي عم ينتشر في الفم من الشي طا طا الطا مفخمة ها لابد فيها من طا تفخيم الطا وعدم يهمسها كتير من اخواننا بيهمسوا الطا ها طا من الشي طا طا الطا ليست من حروف سكتة فحثه شخص انتبهنا طا طا مجهورة نير نير النون لابد ان تكون مكسورة كسر كامل الرجيم اج اج هكذا الجيم والفصيحة ايها الاخوة اج ج ج ج صوتها محبوس لانها من حروف اجد قط بكت اجد قط بكت اج الرجيم لا نقول الرجيم ج هذه الجيم شو رخوة والجيم الفصيحة ليست برخوة انتبهنا كيف طيب اسمعوا الرجيم الرجيم بعض اخواننا بالفضها كما لفظتها الان مخلوطة بالدال ما يصح ما يصح الدال شيء والجيم شيء الجيم من وسط اللسان والدال من طرف اللسان فمن قال الرجيم فقد استعمل طرف لسانه بالاضافة الى استعماله وسط لسانه ما طريق الخلاص من ذلك عدم استعمال طرف اللسان اج الرجيم وضح ايها الاخوة بس ايضا بسم الله الرحمن الرحيم لا بد من ان تكون الكسرات كاملة ب بسم الله الرحمن الرحيم ما نقول كما يقول بعض الناس الله يهديهم يهدينا جميعا بس اسمعوا بس بس هذه كسر مخلوطة بسكون كسر مخلوطة بايه بسكون قال الامام الطيب رحمه الله وعند نطق الحركات فاحذر نقصا يعني انك تقصر الحركة او اشباعا يعني انك تطول الحركة اوان اوان اصلها اوان اوان تغير بمزج بعضها بصوتي بعضي او بسكون يعني او مزجها بالسكون فمن يقول بسم المل شايفين بسم الله الرحمن الرحيم فقد مزج تلك الكسرات بايه بالسكون لابد ان نقول بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كما لفظناها الميم الاخيرة الرحيم انظروا الرحيم لاحظتم شي بسيط كتير حتى تأخذ حظها من صفة وبين رخو والشديد لنعمر من صفة البينية التي هي الجريان الجزئي للصوت اما بعض في عندها طرفين طرف شو بيقولوا خاصة هدول اللي بسموهم الصيتين ها عرفتون الصيتين بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وكأنه نطق ايه باء وبالمقابل في عنا بعض اخواننا بيقولوا الرحيم يعني لا كده ولا كده طبعنا كيف نعطيها حظها من ايه من بين الرخوة الشديد وبس الحم شوفوا الحم تك تك الحم مثل الهمزة تفخمت والاعرب لا تفخم والهمزة العرب تفخم خص ضغط وليست الهمزة منها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ايا انظروا لهذه ايا اسمعوا ايا ايا هل انقطع صوت اليا ما انقطع لانها رخوة ليست من حروف اجل تقطم بكت حتى تكون شديدة وليست من لنعمر حتى تكون بين رخوة والشديدة فهي رخوة ومعنى رخوة صوتها قابل للمط والتطويل وللجريان ايا لكنها مشددة فهي رخوة مشددة وان شئت فقل مشددة غير شديدة انتبهنا كيف فلابد من ان يبقى صوتها جاريا مع وجود التشديد الخطأ اللي ممكن يكون فيها خطأين الاول ان يقول القائل اياك نعبد وياك شو عم يعمل هذا اخونا عم يقطع صوت اليا مع انها حرف ايه رخوة الخطأ الثاني اياك نعبد وياك ايا شو عملها مطها والاضغام لا يجتمعان اذا اضغمت فلا تطويل واذا طولت فلا اضغام وهنا في اضغام ولا ما في اضغام في اياك لذلك العرب لم يكن يدغمون حروف المد هلأ لحن نقول بالقرآن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا شايفين لو ادغمنا لقلنا اصبروا وصابروا ورابطوا ولا نفعلها ولا احد يفعلها وأولي مثل وجنس انسكن أدغم كقول ربي وبل لا ثم قال وأب أب فعل أمر من الإبان في يوم سيفين مع أن وياء مع ياء في يوم يعني لا تقول في يوم مع قالوا وهم واو مع واو لأن الواو الأولى مدية إما مد وإما إضغام فهنا في الفاتحة مد ولا إضغام إضغام إيا إياك نعبد إياك إذا نضغم الياء في الياء ولا نقطع صوتها نستعين إهدنا إهدنا نعطي الحقها من إيه من الرخاوة ولا نبعد الوترين الصوتيين في الحلق عن بعضهما جدا مثل حرف في إذا صار الوتران مثل حرف في سيتدفق الهواء بسرعة مثل واحد فاتح الحنفية على الآخر ماذا يحدث للماء يخرج بكثرة وبقوة بيقول لك إيه دي نصرت إيه بتلاقي فض الرئتين من الهواء وتعب وياريته بعد كل هالتعب شو عميل نطقها لا نطقها وتعب حاله وتعبنا معه ما السبب أنه بالغ في إبعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما الوترين لازم يكونوا لا ملتصقين ولا أبعاد جدا بوضع وسط إيه 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 القرآن صوت زائد وهو إعمال الشفتين بعض من يعلم القرآن بيقول لك أص إهدنا الصراط أص ما هذا لو سألنا ما هذا هل عندما وصف أئمتنا مخرج الصاد ذكروا الشفتين ما ذكروا ما ذكروا ولما ذكروا الشفتين وعملهما وحروفهما هل ذكروا الصاد ما ذكروا أص مثل أس مثل أز هذه الثلاثة أحرف صفير مخرجها واحد والفرق بينها في الصفات الفرق بينها بإيه أص مثل أس مثل أز من حيث الشفتين تبهنا كيف ما نقول أص تبهنا كيف بزمانه سنة ألف وتسعمية وتلاتة وسبعين قدش كان عمرك ما كنت مخلاء خلقان طيب كنت عم بقرأ على شيخنا الشيخ محمد سكر الله يرحمه يزيع لنا كل خير فشاب صغير أول طلعتي أنا فعقول قدامه إهدنا الصراط فقل لي الشيخ إهدنا الصي أنا شو عملت أنا زميت الشفايف لأوين إلى الأمام كما علمني بعضهم جزاه الله خيرا فقل لي الشيخ إهدنا الصي ليش عم تعمل شفايف هكي شاب تعرف الشباب يحبوا يتفلسفه مثل له سيدي من شان الصفير قال لي والسين فيها صفير ليش ما بتقول أش وزاي فيها صفير ليش ما بتقول أز عزيز قال لي هاي الكلمة اللي عزيزه والله اضحكت على حالي أنا والله مظبوط حكي مظبوط مظبوط عند الواحد بالدول ما بيسمع الحق بالدول يقبله لما انتقلت بعد سنوات إلى أستاذنا الشيخ عبدالعزيز وعيني السود الرحمة والله أكد لي هذا المعنى بأن إعمال الشفتين مع الصادي لحن داخل على التلاوة الله أعلم شو سببه لكنه لا يصح ولو كان بعض الناس يقرئ به لأنه اعتاد على ذلك نعم انتبهنا اهدين الصراط الصي انظروا الصي الصي صراط الذين أنعمت عليهم غير شوفوا غير 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 من غير المفخمة إلى مين يا مرققة المغ المغ بالعكس من مين مرققة لمين إلى غير المفخمة المغ ضوب عليهم ولا الض ولا الض هنا كم ضاد ننطق أيها الإخوة ضاديني ضاد ساكنة مدغمة في ضاد مفتوحة ولا الض ولا الض الض ولا الض ثم نمد الض كما فكرتم منذ قليل بمقدار يا موسى أو بمقدار نوحيها يعني بمقدار ست حركات ولا الض قالوا هذا ست حركات يعني إذا كان المد الطبيعي حركتين معناها ثلاثة أضعاف المد الطبيعي فإن شئ تقول ست حركات وإن شئ تقول ثلاثة أضعاف المد الطبيعي انظروا يا موسى يا موسى يا حركتين أليس كذلك موسى جمعوهم شو بصيرو ها ست حركات إذن ولا الض فالض نمدها بمقدار يا موسى وبس مو كل واحد ولا الض وين رايح القرآن ليس أغنية القرآن ليس أغنية القرآن كلام الله عز وجل كل ما فيه منضبط لذلك الإمام السخاوي رحمه الله في منظومة العمدة المفيد بدأها بقوله يا من يروم تلاوة القرآن وترود شأ وأئمة ويرود شأ وأئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدى مفرطان أول تنبيه شو قال لا تحسب التجويد مدى مفرطان يعني لا تظن التجويد أنك يلا كل ما طولت المد معنات أنت والله ما شاء الله حولك شيخ مجود لا يا حبيبي لا الأمر منضبط وقبله الخاقاني رحمه الله شو قال زيني الحرفة انظروا إلى هذه الكلمة الذهب زيني الحرفة زيني فعل إيش أمر من الوزن من وزنه ما هي زيني الحرفة لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البري أخرجه عن حد وزنه لين لين هذا مدعر بالسكون كما نعلم يصح أن مده حركتين أو أربعة أو ستة لكن نحن معتادين عادة أن مده أربعا مو معنى هالستة غلط مو معنى هالحركتين غلط كله جائز لكن خير الأمور الوسط كما يقولون أنا أريد أن نبه على أمر يكثر نحن أيها الإخوة في بلاد العرب المشرقية نقرأ برواية حفصا عن عاصم وحفصا رحمه الله كوفي وأهل الكوفة عدد آيات الفاتحة عند الأمة الإسلامية جميعا سبع آيات عدد آيات الفاتحة عند الأمة الإسلامية جميعا سبع آيات لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني لكن اختلفوا هل البسملة آية مستقلة نزلت في أول كل سورة أم هي آية من أول كل سورة أم هي آية من أول الفاتحة فقط وآية للفصل بين السور في غيرها آراء عديدة طالما قلنا آراء معناها الأمر اجتهادي والأمر يتكلم فيه بالرجحان لا بالقطعي طبعنا كيف فالكوفيين لما بيعدوا الفاتحة بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية الحمد لله رب العالمين هذه آية الرحمن الرحيم آية مالك يوم الدين آية إياك نعبدو إياك نستعين آية اهدنا الصراط المستقيم آية انظروا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين هذه شو بيعتبروها آية ما عد فيها وقف فكتير من أخواننا شو بيعملوه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب فيبدأون بغيري طب يا أخي انت عم تبدأ بغيري مجرورة ولا يبتدأ بكلمة مجرورة إلا إذا كانت رأس آية إذا كانت رأس آية فعلى العين والرأس لأن رؤوس الآية ثابتة عن النبي صلى الله عليه لذلك نحن نقول مالك يوم الدين نبدأ بمالك ونبدأ بالرحمن الرحيم كيف نبدأ بمجرور لأنها رأس آية لكن غيري انظروا في المصاحف بين أيديكم هل غيري رأس آية؟ ليست برأس آية لذلك حاولوا بارك الله فيكم لما تقرأوا في الصلاة أن تقولوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وكلها إيه؟ إذا صعب عليكم الأمر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي شو بتعمل ترجع تربط المعنى بعضه ببعض أما إخواننا مثلا الذين يقرؤون برواية ورش عن نافع أو قالون عن نافع نافع مدني وأهل المدينة عندهم البسملة في العدد المدني آية لوحدها والفاتحة سبع آيات كالتالي الحمد لله رب العالمين هي الآية رقم واحد في مصاحف ورش شوف مصاحف ورش حتلاقي الحمد لله رب العالمين هي الآية رقم إيه؟ الرحمن الرحيم ملكي يوم الدين لأنهم يقرؤون ملكي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هاي صاروا كام؟ خمسة صراط الذين أنعمت عليهم هذه ستة فعليهم آية عندهم فجاز لهم أن يبدأوا بإيه؟ بغير المغضوب عليهم إذن لو رأيت من يقرأ بورش أو بقالون فبدأ بغيري ففعله صحيح لأنه يبدأ بإيه؟ برأس آية أما بالنسبة لنا نحن الذين نقرأ برواية حفصة عن عاصم فغيري ليست عندنا برأس آية فحاولوا بارك الله فيكم أن لا تبدأوا بها